ما تزال سياسات النظام التركي في الدول العربية وأفريقيا ودول أوروبا محط جدل لدى جميع الأطراف الدولية وامتعاضا كبيرا خاصة من قبل دول حلف شمال الأطلسي الناتو التي بدأت تستشعر خطر تلك السياسات التركية بشكل كبير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت أن تركيا باتت تشكل خطرا على حلف شمال الأطلسي ورغم أنها عضو في الحلف إلا أنها تشتري أسلحة الدفاع الجوي الروسي في إشارة إلى منظومة الصواريخ الروسية S-400 الصحيفة لفتت أيضا إلى الاشتباك المسلح الذي كادت أن تتسبب به سفينة تركية كانت تهرب أسلحة إلى ليبيا منتصف حزيران يونيو الماضي إذ وقعت مناوشات بينها وبين فرقاطة فرنسية كادت أن تتطور إلى اشتباك لو لا انسحاب الفرقاطة الفرنسية دبلوماسيون أوروبيون قالوا أن تغول التركي جعل من تركيا كفيل في غرفة في دلالة على زيادة قوتها مما يهدد حلفاءها الذين لا يظهرون حماسة في الحديث عن القوة التركية الصاعدة كما أن بعض سفراء الناتو يرون في النظام التركي تحديا لقيم دول الحلف الديمقراطية وبرنامجها الدفاعي الجماعي وأوضح السفراء الغربيون أن مواقف النظام التركي تتعارض مع مواقف أعضاء الناتو حول ملفات سوريا وليبيا والعراق وروسيا ومصادر الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط كما أن هيمنة رئيس النظام التركي رجب أردوغان على السلطة منذ 17 عاما تثير مخاوف الدول الغربية من جانبه اعتبر مستشار وزير الخارجي الأمريكي السابق فيليب غوردون أنه من الصعب وصف النظام التركي بالحليف للولايات المتحدة مشيرا إلى صعوبة تحديد سياسة واشنطن تجاه أنقرة بسبب الانقسامات داخل السياسة الأمريكية نفسها والانقسامات الاستراتيجية بين البلدين كتسليح النظام التركي لما أسماها غوردون الميليشيات في سوريا وليبيا وشراء أنقرة منظومة S-400 الروسية ترجمة نانسي قنقر